موسيقى ينطلق أبناء اليمن بأجمل العروض ويجتمع هنا شباب من أكثر من مكان دون أن يعرف بعضهم بعضا فقط تجمعهم ألعاب الخفة والخدع السحرية وألعاب الخوارق ليشكلوا بذلك فريقا متميزا من عشرة أفراد يستمتعون ويلعبون ويدهشون كل من يراهم موسيقى تم تكوين هذه الفرقة من أكثر من لاعب ويعتبرونهم يتميزون في صناعة وليس في صناعة وإنما في اليمن بشكل عام وطبعا تم تكوين بالجهد الفردي وليس بالجهد المادي والدعم من أي جهة أخرى اجتمعنا قبل سنتين وهدفنا أن نوصل للعالمية اجتمعنا في البداية كان العدد خمسين عن طريق أنه التقينا خمسين نفر مختص في هذا المجال ورجع قلصنا أنفسنا نقينا الأفضلية لأفضل عشر أشخاص واجتمعنا وصوينا فريق وسميناه بيفورتريك يعني شباب للخدع قد لنا سنتين من تاريخ إنشاء هذا الفريق ألعاب متعددة كاللعب بمكعب الذكاء العالمي المشهور مكعب روبيك وألعاب بالعصى وأخرى بالنار وخدع بصرية وألعاب خارقة قوية تفنن بها هؤلاء الشباب الذين عملوا بجهد وتدربوا وخرجوا بأروع وأجمل العروض التي تحاكي العروض العربية بل والعالمية هذا مجنى حاجة جديدة اللي هي الخوارق والخدع البصرية ولعبة روبيك العالمية للذكاء وهي تعتبر من الألعاب النادرة وفئة بسيطة في اليمن اللي يلعبها إن شاء الله نحقق أرقام قياسية على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي نطبح نحن نشارك في برامج على مستوى العالم هذا الفريق بالرغم اللحظات اللي مرينا فيها من صعوبات من إنشقالنا رغم الوضع اللي نمر فيه بس أنتجنا باجتهادنا الشخصي الحمد لله يعني اجتهدنا وانتجنا شيء بتجهيزنا واجتهادنا الشخصي الألعاب الخارقة التي نفعلها هي مرور السيارة فوق الجسم كسر الصباب الرأس سحب السيارة بالشعر عطف الأسياخ الحديدية في أخطر الأماكن في الجسم تعطيف السكاكين في العين خياط الفن بإبروخيط أكل الجمر ونفخ النار وغيرها أكثر جمعتنا المواهب طبعا كان الشمعنا الأساسي على المجال الخدعة البصرية بس لما اجتمعنا اكتشفنا أن كل شخص عنده موهبة اللي مبدع في مجال الروبك اللي مبدع في مجال الخوارق اللي مبدع في مجال الخدعة البصرية بشكل عام سواء سينمائية أو تلفزيونية أو على الاستيج أو على المسرح يحذر هذا الفريق الشبابي الرائع الاستعراضي من تقليد ما يقومون به إلا بعد التدريب والجهد لخطورة ما يفعلونه لكنهم تدربوا عليه مرارا وتكرارا طوال ثلاثة أعوام حتى خرجوا بهذه النتائج الجميلة والمبهرة طبعا الحركات هذه خطيرة وخارقة جدا مش أي إنسان يقدر يسويها وأنصح المشاهدين أنهم لا يسويوا هذا الحركات طبعا طموحنا أن نوصل هذا المجال وهذا الفن بحيث أن يرفوها الناس في اليمن لأن هذا المجال أتبر نادر بالنسبة ليمنيين والناس مش متعارف هذا الفن بكثرة اليمن مليئة بالمواهب المدهجة وكل يوم تصعد مواهب متنوعة وإبداعية ويطمح هؤلاء الشباب المهوبون إلى تقديم عروضهم المميزة ليس فقط محليا بل عالمية إذا ما توفرت لهم السبل يمثل اليمن أفضل تمثيل ولينقل صورة رائعة ومشرقة عن شباب اليمن المليئ بالمواهب والإبداع ترجمة نانسي قنقر